كل اللي فات من ادوات الذكاء الاصطناع هيتنسف ادوات تحويل النص الصورة اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالق اليومين اللي فات دول ظهرت شركة اسمها بلاك فورست لابز وقالوا ان هما هيشتغلوا في الجنوراتيف اي 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 واول منتج طلع منهم اسمه فلوكس دوت وان وده عبارة عن مجموعة موديلز قالوا انها هتغير مفهوم انشاء صور عن طريق تحويل النص الى صورة ولما تمت تجربة الاداة واضح جدا ان الموضوع جد الصور فعلا بتطلع من الموديلز بتاعتهم شبه كاملة وما فيهاش اخطاء زي الاخطاء اللي كانت بتظهر في المواقع قبل كده واي وصف بتكتبه في البروميد بيطلع معك زي ما انت عاوز حتى لو عاوز ان التصميم يطلع فيه نص فلوكس دوت وان بتكتب اي كتابة على الصور الغريبة بقى ان الاداة دي مفتوحة بشكل مجاني تماما ولكن في ناس هيقابلها مشكلة انها مش عارفة ازاي تستخدم اداة فلوكس دوت وان وخصوصا ان موقع بلاك فورست لابز صاحب الاداة قافل الاداة اونلاين وانا نهاردة بقى في الفيديو ده هعرفك ازاي تستخدم اداة فلوكس دوت وان بشكل مجاني تماما باكتر من طريقة وتعمل بيها تصميمات احترافية بس كل انا عايزه منك انك لو مش مشترك في القناة تشترك دلوقت وتفعل زر الجرس علشان تشوف كل فيديو هاتنهو تنخلش عليك تعليق علشان تدعي علي يلا بيت اول طريقة معانا وهي عن طريق هاجم فيس من الرابط اللي هتلاقي في واس في الفيديو هتضغط عليه هيفتح لك الصفحة دي هتضغط على فلوكس دوت وان دي هتضغط عليها بالشكل ده هيفتح لك الصفحة دي هتلاحز هنا هيظهر لك المستطيل اللي فيه تقدر تكتب اللي ممكن تحول له صورة تحت هنا فيه الاعدادات اللي ممكن تعملها في الموقع زي رقم والابعاد اللي ممكن تتحكم فيها زي ما انتعاوز وكمان مثلا هاجم في المستطيل ده وهكتب بالشكل ده هاي انكلم اللي هتكتبه بعد كده تضغط على بعد طبعا ما تختار الابعاد اللي انت عايزها وهيعمل لك التصميم بالشكل ده بصراحة التصميم حلو جدا وتعامل بسرعة جدا وتعامل بالزبط زي ما انا طلبت بل بالعكس يمكن احسن كمان مما تخيل هجرب دلوقتي ان انا ادي له ولكن لشخصية حقيقة والده لطفل واقف وماسك مايك وي وراجم وعد كده هاجم هنا هزور شوية وعد كده هدوس على وزي ما احنا شايفين دي النتيجة طبعا اللي هشوف الصورة دي هيقوله ان الصورة دي متصورة بكاميرا وده شخص عايق ولكن في الحقيقة ان الطفل ده معمول بالزكاء الاصطناعي بصراحة نتيجة مزهلة محدش كنا نتوقع ابدا ان ممكن زكاء الاصطناعي يعمل صورة بالشكل ده تقدر طبعا تحمل الصورة عن طريق ده ونلود للصورة من هنا تلوقتي تعالى جرب ان احنا نطلب من ان هو يكتب لنا اي عبارة باللغة الانجليزية هكتول له مسلا هنا هقول لك يعني قطة مسكة علامة ومكتوب عليها وبعد كده نضغط على ودي كانت النتيجة عمل تصميم في المنتهى الاحترافية وكانها قطة حقيقة مسكة فعلا لافتة والجميل بقى ان الكلام مكتوب بشكل صحيح وشكل واضح بالشكل ده وده كان تصميم اخر لرائد فضاء بس قاعد في بيضة مكسورة وراه الامر وتحس كده ان هو موجود على كوكب تاني التصميم ده تحس ان هو متركب ومتصور كأنه تصميم حقيقي ولكن عايز اقول لك ان هو معمول بالزكاة الاصطناعية وده كان تصميم لي شريحة اكل موجودة في طبق برضو معمولة بشكل احترافي جدا ما تنساش طبعا ما تنساش طبعا ما تنساش طبعا ان انت تقدر تتحكم في الابعاد وتعمل الابعاد بالشكل اللي انت عايزه تانية طريقة معنا النهاردة نقدر نستخدم بها خاصية فلوكس وهي باستخدام موقع سي ارت تقدر تستخدم موقع سي ارت بشكل مجالي لو سجلت حساب فيه عن طريق الرابط اللي هتلاقيه في وصل الفيديو هيفتح معاك موقع سي ارت او لو روحت على جوجل وكتابت سي ارت هزهر لك اول رابط هتضغط عليه بالشكل ده هيحولك على الصفحة دي من الصفحة دي هتلاحز ان في حاجة اسمها هتلاقيه مكتوبة بالعربي او بالانجليز على حسب الموقع فتح معاك باي لغة اول ما تضغط عليه هتلاحز هنا في حاجة اسمها او هنبدأ باستخدام عشان يفتح معانا الصفحة دي واللي هنا هطلب منك ان انت تكتب الكلام اللي انت عايزه في المستطيل ده وهنا تقدر تحدد الابعاد اللي انت عايزها مثلا هختار البعض بتاعي ستتاشر لتسعة وهنا هسيبه عشوائي وهاجي هنا هكتب لنفس اللي انا عملته للطفل اللي كان واقف وماسك مايك وبعد كده هضغط على خلق عشان يبدأ ان هو هيعمل لي التصميم هنا بالشكل ده وكانت النتيجة هنا اكثر من رائعة وطبعا كاتب لك هنا وجايب لك الولد الولد مستحيل يكون متصور تحس الولد فعلا حي تجربة جميلة جدا باستخدام اداة على موقع طيب تعال بقى اجرب ان احنا نعمل بقى حاجة مختلفة المرادة انا كاتب لشخصية فرعونية وماسك حزاء كأنها بتعمل دعاية لحزاء بس المرادة بقى ممكن هنا نغير الابعاد مثلا ممكن نخيل ابعاد واحد لواحد طالما ده هيكون اعلان وبعد كده نضغط على خلق ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي? ودي كانت النتيجة الاكثر من رائعة لو عملنا هنا زوم هتلاحز ان الست وقف لابسها فعلا زي فرواني وخلفية سادة وزي ما طلبت هنا شوز اديداز وملون واحترافي جدا لو انت بقى عامل عايز تعمل دعاية لشوز بتاعك ممكن تستعين بخلفية زي دي او صورة زي دي علشان تقدر تعمل اعلان لمنتجاتك. وهجرب دلوقت بقى ان اكتب روم التاني ولكن لشخص يسطاد سمك. وهنغير الابعاد مثلا ممكن نخلي الابعاد بالطول هنخليها تسعة لستاشر بعد كده نضغط على خلق. ودي كانت النتيجة لو عملنا عليها زوم كده بالصورة كأنها مأخوزة من مشهد حقيقي رائعة. تعالوا نجرب نشوف هل هيقدر برضو الموقع يكتب بالذكاء الاصطناعي. مثلا بدل ما نحط كات هنكتب مثلا هنا دج وبعد كده هنضغط عليها خلق. ودي كانت النتيجة ولكن مضحكة شوية. هو فعلا الكلب حلو زي الفل وماسك الورقة في ايده ولكن مفيش كلب باربع رجول وايدين. فده ممكن تكون غلطة من الموقع لكن هنعديه عشان خطر الكلام المكتوب بشكل كويس. هندخل بعد كده على التجربة التانية وهنروح على وهنختار ولكن صورة الى الصورة. هنضغط عليه بالشكل ده هيفتح معاك الصفحة دي. وهنا تقدر تضيف اي صورة ليك وتحط التعديل اللي انت عايزه وهو عدلك عليك. مسلا هنروح هنا هنضغط على الاعلامة دي. فهجيب لي هنا التحميلات. هختار مسلا صورة زي دي وعملها وهجي هنا هكتب اي كلام انا عايزه. مسلا هقول له انا عايز ان الصورة دي تكون يعني وقاعد كده على مكتب او يعني يزهر كبزنسمان. وبعد كده هضغط على خلق عشان نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. دي كانت النتيجة. عمل لي هنا شخصية تانية يعني قريبة جدا ولكن عملها بشكل حلو قوي. وبصراحة مش عمل كده ازاي يعني هو غير اه شوية في كلام والتفاصيل. لكن الصورة حلوة. يعني الصورة حلوة وطلع بشكل حلو. ومش شابه قوي ولكن الصورة جميلة جدا. فدي برضو فرصة ان انت تقدر تعمل تعدلات على الصور باستخدام الموقع ده. تقدر طبعا ان انت تحذف الصورة من هنا. وتقدر طبعا ان انت تكتب اي كلام انت عايزه من هنا. تعال كده نجرب صورة تانية. هنضغط على زائد. هختار صورة زي دي وعملها open. وهقول له هنا ثري دي واضغط على خلق. للاسف عملتوا تجربتين ولكن التجربتين ما نفعوش. لكن الصورة دي بصراحة هي اللي كانت فيها التفاصيل قريبة جدا من الصورة الاصلي. ولكن انت عندك فرصة برضو انت هتقدر تعدل على الصور اللي انت هتضيفها للموقع. والطريقة التالتة معنا لاستخدام اداة هو هي باستخدام موقع وده تقدر تفتحه من الرابط اللي هتلاقيه في الفيديو. او لو روحت على جوجل وكتبت جليف دوت اب هيزهر معاك اول رابط. هتضغط عليه بالشكل ده. مهم جدا ان انت تعمل ساين او ساين قبل الموقع. عشان تقدر تستخدم الاداة. هنضغط على بل هيحولك على الصفحة دي. اول ما تفتح الصفحة دي هتلاقيه هنا بعض التفاصيل. ولكن عايز اقول لك ان انت ببساطة هتروح على علامة الزائد دي. عشان هتلاقيها فتحت معاك شوية حاجات كده. هتلاقيه هنا حاجات كتير زي هتنزل تحت سويا هتلاقيه حاجات خاصة زي وفي عندك هنا وكمان في لكن احنا هنا هنستخدم هنضغط عليها بالشكل ده هيحولنا هنا على الصفحة او هيزهر لنا الاداة دي. هتلاحز هنا ان ده المربع اللي احنا هنكتب فيه الوصف لكن لو نزلت تحت شوية هتلاقيه ان هنا في اللي لو ضغطت عليه هتلاقيه هنا موديلت كتير. طبعا انا اتفاجئت ان هنا فيه موديل زي وده طبعا احترافي جدا اللي بيستخدمه موقع واللي كمان بيستخدمه اصلا او كمان عندك فيه حاجة اسمها ده برضو موديل تقدر تستخدمه بالاضافة طبعا ان هنا في الاول فيه اللي هو كمان عندك هنا في والفلوكس هنختار هنا وبعد كده هنروح هنا نختار الابعاد اللي احنا عايزينها. طبعا جميل جدا ان هنا في ابعاد مختلفة. هنختار مسلا ستاشر لتسعة. وبعد كده هنشوف ازا كان عندنا تفاصيل تانية في زي ان انت ممكن تزود عدد او ممكن تزود شوية. هنا طبعا قال لك الاولاي اللي بيبقى افضل فهنسيبه زي ما هو. هنا تقدر تكتب يعني انت تختاره بشكل عشوي. المهم ان انت تيجي هنا تكتب بقى الكلام اللي انت عايز تحوله له صورة. ده تصميم لقطر رعبة كتابة بتاعه. هنزل تحت هنا بعد طبعا ما نزود بقى كل التفاصيل. هتزبط اللي انت عايزها وتختار الابعاد وبعد كده تضغط على هنضغط عليه بالشكل ده. عشان يبدأ يعمل لنا التصميم هنا بالشكل ده. ودي كانت النتيجة ولكن النتيجة فوق مستوى الرواق. اصلا النتيجة تحس ان هي حاجة متصورة بشكل حقيقي. تفاصيل اللي في الصورة وتفاصيل القطر والعاجات اللي على الدخان. بجد بصراعة حتى هنا فيه كارتون هنا اتلاحز ان فيه كارتون. يعني مواصفات صورة رائعة وجودة صورة رائعة جدا تقدر كمان ان انت هتحمل الصورة بشكل عادي جدا لو انت عايز تستخدمها. بصراحة انا مش قادر اصدق الجمال اللي بيقدمه موقع فلوكس. وهجرب معك دلوقتي كمان ان احنا هنعمل لتصميم يكون فيه كتابة زي اللي احنا كنا عملوه في الاول. بنفس التفاصيل بس المرة ده ممكن نخليه مربع. هندغط على ونشوف النتيجة. وكانت النتيجة بهذا الشكل الرائع وهو بدون اخطاء باستخدام طبعا خلي بالك النسخة الفلوكس برو. اعتقد ان انت عندك فرصة الوقت ان انت تجرب فلوكس باستخدام الادوات اللي انا شرحتها لك. واكيد لو في طرق تانية حتى لو طرق مختلفة هقدر شرحها لك في فيديوهات جاية. اتمنى تكون استفدت من الحلقة يا ريت ما تبخلش علينا بلايك. ولو انت مش مشترك في القناة تقدر تشترك دلوقتي ومهم جدا تفعل زر الجلسة عشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديدة. ويا ريت سيبدو لايك في التعليق. وفي النهاية السلام عليكم.